لم يعد خطر الحرب والمجاعة وحده من يتهدد اليمنيين بل تجاوز إلى أخطار أشد وهي الأوبئة التي تهدد الملايين منهم فمن الكوليرا إلى الديفتيريا بات المرض مشهداً مألوفاً ومرعباً في عموم البلاد يفتك معه الوباء بأرواح العديد من المواطنين في القرى والمدن الديفتيريا القادم الجديد هو مرض معض قاتل يصيبه الجهاز التنفسي ويؤدي إلى تضرر البلعوم والأنف سجلت كثير من حالاته خلال الأيام الماضية في محافظات إب والحديدة وصنعاء حيث بلغت نحو 150 حالة وفق مصادر طبية وزارة صحة الخاضعة لسيطرة الميليشيا في صنعاء أكدت أن من بين الحالات السريرية تم تسجيل نحو 14 حالة وفاة جلهم من الأطفال في وقت يتهدد المرض نحو مليون طفل آخرين منظمة صحة العالمية بدورها أكدت أن مخيمات النازحين في البلاد ستكون عرضة للإصابة بالمرض الذي تتزايد معدلة الإصابة به في الإزدحام الشديد ويرى مراقبون أن ترد الوضع الصحي في البلاد ساهم بشكل كبير في تفشي المرض في عدة مناطق يمنية خلال الأسابيع الماضية وهو الأمر الذي سيستمر إذا لم يتم وضع حلول عاجلة لوقف ذلك والحلول هنا تقتضي أهمية إيجاد سبل أسرع لتوفير جرعات اللقاح والتطعيم اللازمة لمكافحة الوباء